مرحبا فيكم مشاهدينا مع الفيديو اللي طلبتوا كتير في التعليقات وهو تقييمي للمسلسلات الجديدة وطبعا بشكركم كتير على ثقتكم الموسم الجديد مليان بالمسلسلات وطبعا هذا الشي خلى بعض القنوات وشركات الانتاج انهم يتبعوا بعض الاستراتيجيات عشان يتفوقوا على غيرهم بالمنافسة مثلا قناة ترك تابير والمعروف عنها انها ما بتهتم كتير بنظام نسب المشاهدة او الريتنج وبيضلهم يدعموا المسلسل ماديا حتى تنتهي قصة المسلسل سواء العمل نجح او ما نجح لكن ايش المانع انه يكون في عندهم مسلسلات كتيرة بتجيب شعبية واسعة فالخطة اللي اتبعوها مع مسلسل شقة الابرياء اول خمس حلقات انعرضت من دون اي فواصل اعلانية بهدف انهم يخلوا المشاهد مندمج مع حبكة المسلسل ولا ينتقل لقناة تانية وطبعا احنا بنعرف انه لما يكون في عندنا مسلسل نسب مشاهدته عالية المعلنين رح يتافتوا على المسلسل عشان يعرضوا اعلاناتهم بوقت عرض المسلسل لكن لهلا القناة رفضت كل الاعلانات ومستمرة بعرض المسلسل من دون اي فواصل اعلانية لكن اتوقع بعدين انهم رح يرجعوا الاعلانات زي بقى كل المسلسلات من بعد ما حققوا الهدف وهو انهم خلوا المشاهد يتعلق بالمسلسل اما شركة الميد حاولوا على قد ما بيقدروا انهم يقللوا من مدة الحلقات في بعض مسلسلاتهم مثلا شفنا في مسلسل الخائن مدة اول حلقتين ساعة واربعين ساعة وخمسة واربعين ونفس الكلام مع مسلسل المعلم وغيره في بعض مسلسلاتهم بهدف ان المشاهد ما يمل من المشاهد اللي ما بتقدم ولا بتأخر في حبكة المسلسل وبالنسبة لقناة دي من المعروف عنها انها بالسنوات الاخيرة قللت شوي من القيمة الانتاجية لمسلسلاتها لكن هلأ بما ان المنافسة قوية جدا رجعت رفعت شوي من القيمة الانتاجية في بعض مسلسلاتها وهذا الشي كان واضح في اول حلقتين من مسلسل الخائن وحلقات مسلسل حياة جديدة ورأيي بالمسلسلات رح يكون عشوائي مسلسل جبل قنول والتوبة بيجمعهم شي واحد وهو انه عناصر واجواء المسلسلين موجهة او ملائمة اكتر للمشاهد التركي من نوع الموسيقى التصويرية وغيره لكنها طبعا ما بيمنع انه الواحد يجرب ويشوفهم وانا بالنسبة لي لاحظت انه مسلسل جبل قنول افضل من التوبة مثلا القصة اللي بتركز على ثلاث اصدقاء من طفولتهم بيستغلوا وقتهم بالاختراعات ولما يكبروا رح تكبر احلامهم معهم ويحلموا بالطيران باجواء كوميدية ممكن تخلي البعض يضحك من قلبه او تزرع الابتسامة على وجه المشاهد لانه بالنهاية الكوميدية من الاشياء النسبية بين المشاهدين وكمان الفكرة اللي ركزوا عليها بالمسلسل وهي الرابط الموجود بين الارض والانسان كانت بشكل ادبي وحلو مجمل القصة تم سردها بشكل جيد جدا وخصيصا كون المسلسل مقتبس من مؤلفات الكاتب التركي مصطفى تشفشي اما بالنسبة لتمثيل الطاقم فكلهم كانوا ممتازين وبالنسبة للممثل بيرك اتان ولأول مسلسل كوميدي من اداؤه كانت بداية موفقة ومناسب للكوميدية الطريفة مسلسل اتصل بوكيلي والمقتبس من المسلسل الفرنسي دي بوغسو يعني 10% وهي عمولة وكلاء الاعمال اول شي انا شفت النسخة الفرنسية وبكل وضوح بقول ان النسخة التركية افضل بمراحل من النسخة الفرنسية النسخة التركية كان فيها روح ومقنعة اكتر من النسخة الفرنسية بسبب الاداء الممتاز لمعظم الممثلين وخصيصا دجلة اللي باول دقايق من المسلسل اثبتت نفسها وبقوة وحرفيا بتحط بعض الممثلات اللي بعمرها في جيبتها وطبعا اكيد ما رح انسى الممثلة جانان ارقودار والممثل بارش فالاي غير الاخراج الممتاز وتوزيع الموسيقى على المشاهد بشكل مناسب جدا واستمرارهم بتأليف مقطوعات موسيقية جديدة حتى الحلقة 9 على عكس بعض شركات الانتاج اللي بيعتمدوا على عدد قليل من المقطوعات لاخر حلقة اما النسخة الفرنسية الابطال باردين بشكل لا يوصف والمشكلة انه المسلسل مصنف على اساس انه كوميدي وما لقيت اي مواقف اضحك عليها والموسيقى التصويرية كانت اقل من عادية وبالعافية لكملت كل حلقة مدتها 45 دقيقة اما النسخة التركية كانت ساعتين فيها تنويع بين الجد والمزح وفي نقطة مهمة بما انه المسلسل بيتكلم عن وكالة اعمال النجوم فعلا بالحقيقة اعطوا فرصة لبعض الاسماء الجديدة تشارك لأول مرة بالمسلسلات زي نازلي سينام اونال ويابراك واوزان ايهان تسلسل احداث المسلسل لهلأ ما في ملل عدا حلقة واحدة كانت عادية لكن من العيوب اللي ما عجبتني بالمسلسل هو تركيزهم الكبير في بعض الحلقات على علاقة دجلة وبرش والمشكلة كمان انه الضيوف بيظهروا بمشاهد قليلة الحاجة اللي بتخليني اداية لانه بعض اللي الضيوف يادو بيكملوا 3 دقايق اربعة وفي اخر حلقتين حاولوا يزودوا المد شوي احنا بالنهاية من اسم المسلسل بدنا نشوف ايش بيصير وراء الاستارة مثلا فكرة البروبغاندا اللي بتطلبها شركات الانتاج من ابطال العمل بالتظاهر عشان يخلقوا شعور للمشاهد بامور كذبية بهدف رفع نسب مشاهدة المسلسل وهاي الحركة معروفة من زمان ومن الحلو انهم رجعوا ركزوا عليها بالمسلسل عشان الكل يكون عنده علم بهاي الحركات وغيره من المواضيع المهمة اللي بتصير في قطاع انتاج الاعمال الفنية ونجومها وفي الحلقة 8 شفنا حادثة التحرش واللي صارت بالحقيقة مع الممثلة بيران سات لما قالت انه في شخص في احد القنوات حاول يتحرش فيها مسلسل شقة الابرياء هي دراما نفسية مقتبسة من كتاب داخل قلادة عن قصص واقعية لما تتعمى بتفاصيل القصة راح تلاحظ الابداع بالكتابة مثلا لما نشوف حالة شخصية هان اللي ربط ساعاته بالنفايات على امل يلقى اللعبة الغالية على قلبه هناك ولما كبر اتعقدت حالته النفسية اكتر وصرنا بنشوفه ببحث بين النفايات وهو بحالة نفسية منهكة جدا وبنشوفه كمان انه بيجمع بعض الاغراض لانه عنده يقين انه هو بحاجة لهاي الاغراض وهذا كله من اعراض مرض الاكتناز القهري وبنفس الوقت عنده اعراض انفصام الشخصية اللي شفناها من خلال اهتمامه بالنظافة وعلى العكس ولما يكون عند النفايات بيرمي حاله فيها والممثلة اسجيمولا اللي انشهرت بادوار الكوميديا فاجأت الكل باداها لدرامي الرائع في دور صفية اللي بتعاني من الوسواس القهري وانفصام الشخصية وهذا الشي شفناه لما حاول هان ووالده يقنعوها بالواقع لكن هي ما بتقتنع وبتكذبهم كل الحالات النفسية كانت باداء رائع من الطاقم بالكامل وطبعا التناسق والاداء عند فرح زينب عبد الله وبيركان سوكولو على مستوى عالي جدا وكمان فكرة حلوة منهم انه تم سرد احداث الحلقة الاولى بشكل كأنه المشاهد بيقرأ الكتاب المقتبس منه المسلسل لكن على شكل بصري طبعا المخرجة شاريفيلا لوستوفالي مبدعة كعادتها وفي بعض مشاهد شقة الأبرياء اتبعت طريقة الاستيدي كام في الإخراج والمتعبة على بعض المخرجين وكمان كانت تصور المشهد كامل بلقطة واحدة بدل من انه المشاهد تيجي بشكل متقطع وكل أماط موسيقى المسلسل كانت ممتازة نصيحة لا تضيعوا عليكم المسلسل لسا الأحداث اللي جاية مشوئة أكتر على حسب الكتاب المقتبس منه المسلسل وأنا خسارة حرقت على نفسي بعض الأحداث لما قرأت شوي من الكتاب مسلسل حياة جديدة للأسف كان مخيب للأمل في بعض النقاط من أول ما أعلنوا عن القصة اتذكرت مجموعة كبيرة من الأفلام والكتب الأمريكية اللي بتتكلم عن الحارس الشخصي اللي رح يحب الإنسان المكلف بحمايتها لكن قلت بنفسي ممكن طرح القصة يميز المسلسل عن باقي الأعمال لكن اللي صاروا من أول حلقة الكتاب قضوا بالكامل على عنصر التشويق بالمسلسل وتحديدا في نص الحلقة شفنا شخصية ياسمين بتخطط ضد آدم عشان تخلص منه بمساعدة مجموعة من الأشخاص المجرمين يعني من المستحيل أنه أتفاجأ بنهاية الحلقة وكأنه ما بعرف أنه كل اللي صار من تخطيط ياسمين إلا إذا بدي أكذب على نفسي وأقول واو الأحداث خطيرة أما بالنسبة لتمثيلهم أداء ميليسا مو قوي أما سركان بتحسن مستمر وهذا الشي ممتاز جدا وبالنسبة لتمثيل إبك فليز كانت ممتازة واختيارها جيد عشان تثبت إنها بتقدر تأدي مختلف الأدوار في المستسلات وهي بعمر صغير وبالنسبة للموسيقى والصورة النهائية للإخراج كانوا بشكل مناسب مسلسل وعد شرف ببساطة ذكرني ببعض الدراما الأمريكية اللي بتكون بقيمة إنتاجية ضخمة جدا لكن محتوى القصة ضعيف وهذا تماما اللي صاير بمسلسل وعد شرف وهو البطل الشجاع الغني اللي رح ينقذ البنت وكمان عشان يعملوا تفخيم للقصة بيّنوا إنه حب البطلين بين بلدين أما بالنسبة لأداء الممثلة المبتدئة سودي زولال قولار بدور إسراء الصراحة كانت ممتازة بالدور المطلوب منها أما تولقاهان فكان عادي لسه أداءه بمسلسل البطل كان أفضل بكتير وأراس آيدن فعلاً عايش الدور المطلوب منه وهذا ممتاز وكنت مفكر إنه المسلسل رح يكون مكتوب بشكل ممتاز كونه إنه الكاتبة هي إدات الزجان والمعروف عن ثقافتها اللي بتنعكس في كتاباتها لكن هذا الشي ما كان كتير واضح بالمسلسل على عكس باقي مسلسلاتها ومسلسل ماريا ومصطفى ما بيختلف كتير مع قصة مسلسل وعد شرف لكن بدل من إنه يكون الموضوع بين لبنان وتركيا خلوها بين تركيا والبرازيل والمشكلة مسلسل ماريا ومصطفى المشاهد بساعات طويلة على الفاضي القصة جداً عادية وحتى التفاصيل المختلفة بين المسلسلين هي عادية جداً ما بتخلي منه مسلسل مميز وكمان بالنسبة لي الدور ما كان مناسب للبطل وآداء البطلة كان ضعيف في بعض المشاهد أما مسلسل في السراء والضراء باختصار قصة المسلسل ما بتتحمل أبداً إنه يكون مسلسل مطول بتنفع إنه يكون فيلم وينتهي الموضوع ويا ريت لو كانت الممثلة التشين سانجو وياسمين ألن ينصحوهم يشاركوا بأعمال أفضل من مسلسل في السراء والضراء لكن غالباً هم يحبوا يشاركوا بالعمل بسبب انجذابهم لبعض تفاصيل الشخصيات المطلوبة منهم مسلسل الخائن من الإسم والقصة وحتى البعض ممكن يكون شاف النسخة الأصل من المسلسل وهي البريطانية هو عن انتقام شخصية الدكتورة اتعرضت للخيانة طيب ما في أي جديد محور الموضوع عن الانتقام لكن لما تشوف ردة فعل الدكتورة آسيا لما تعرف عن الخيانة بتبدأ تسأل نفسك إيش ممكن رح تعمل من بعد معرفة الحقيقة وغير طريقة سرد الأحداث بشكل تاز والأهم إنها من دون ملل وآدأهم كلهم ممتاز وبالأخص الرائعة جان سوديري ولفتني الإخراج اللي متحسن بشكل جيد جداً مع المخرجة نسليها نيشي اليورت الأخطاء اللي كنت ألاحظها بمسلسل التفاحة الممنوعة ما رجعت كرارتها بمسلسل الخائن إلا إنه في خطأ بالحلقة الثانية طريقة الإخراج ما كانت مناسبة أبداً لسيناريو المشهد المكتوب مسلسل علي رضا كاتب المسلسل للأسف ضاع بين كيف إنه يطول مدة الحلقة وبنفس الوقت وكيف ممكن تكون مشوقة والنتيجة هي حرق للأحداث قبل ما تصير مثلاً منشوف إنه الشرطي المتقاعد بيشرح لعلي رضا عن تسلسل الخطط اللي رح يتبعوها طيب إش الفايدة إنه سمعتهم وهم بيخططوا وبعدها رح شوف تنفيذ الخطة والأفضل ليش مؤول شي إنه أشوف الخطة تنفيذياً وبعدها يشرحوا كيف تمت الخطة بمشاهد فلاشباك على السريع وللأسف هذا الخطأ تكرر في أكتر من حلقة والعيب الثاني في السيناريو الكاتب أخذ واحد من أهم مشاهد مسلسل لا أحد يعلم وطبعاً غير في بعض التفاصيل لأنه شخصية الشيخ علي مختلفة عن علي رضا والعيب الثالث المسلسل مليان بالمشاهد المملة تقريباً مجمل المشاهد المهمة في كل حلقة هو من 40 إلى 60 دقيقة بس وفي مشهد اتعاقب عليه صناع المسلسل وهو لما فكر الكاتب حاله قاعد بيلعب جي تي اي حرام السيارات وزي ما انتو شايفين المشهد قدامكم الصراحة المشهد مضحك أما بالنسبة للثنائي علي رضا وخالدة فهم فعلاً لبئين لبعض وبالنسبة للإخراج فهو كان ممتاز من الناحية التقنية وكان واضح انه متوفر معدات ممتازة وإمكانيات متعددة للإخراج بأفضل صورة لكن نظرة المخرج ببعض المشاهد ما كانت حلوة مسلسل الغرفة الحمراء بنوصف بمسلسل المميزات والمقتبس كمان من كتاب عن قصص حقيقية للدكتورة النفسية قول سيران بودايجي أولو طريقة سرد الأحداث شدتني كثير للمسلسل واللي بتخليك بدك تعرف ايش صار مع الشخصيات بأسرع وقت ممكن وآداؤهم الرائع من الدكتورة حتى المرضى خصيصاً عالية ومليحة والقصص كلها بتلامس مشاعر المشاهد من خلال الحوارات المكتوبة بشكل ممتاز جداً وكتير كان فيه اقتباسات رائعة من المسلسل زي انه حياتنا رح تتغير لما نحنا بالأول نغير من أنفسنا وطبعاً الرسالة التانية والمهمة اللي كانت تتكرر في بداية كل حلقة أما الموسيقى التصويرية خطيرة جداً والمخرج راهن على الممثلين لما اختار انه تصوير يكون قريب من الوجوه وأنا برأيي انه فاز بالرهان لأنه الممثلين كانوا ممتازين جداً وبشكل عام كان فيه تواصل وتفاهم واضح بين المخرج وأفطال المسلسل وهذا انعكس بصورة ممتازة جداً على الصورة النهائية لحلقات المسلسل مسلسل نهضة السلاجقة العظمى فعلاً بيستحق القيم الانتاجية الضخمة اللي توفرت للمسلسل تسلسل أحداث مشوق بإخراج سينيمتاغرفي رائع وآداء ممتاز من كامل القاقم الممثل بورا قلسوي مناسب للدور لكن الصدمة بالنسبة لي ما توقعت أبداً انه الممثلة ليلى ليديا تتلو تكون بهذا المستوى الإبداعي بأول مسلسل تاريخي بتشارك فيه عن جد برافو عليها لكن العيب بالمسلسل هو من المؤلف الموسيقي اللي رجع استخدم مقطوعاته الأديمة وخصيصاً ألحان مسلسل واد الذئاب لكن غير فيها شوي أنا بالنسبة لي عقلي ما تقبل أبداً ألحان مسلسل أكشن مميز الكل بيعرفه أرجع أسمع ألحانه لكن بعمل تاريخي الفكرة هاي أبداً ما حبيتها لكن باقي المقطوعات كانت جيدة جداً ومناسبة للمسلسل وبالنسبة لمنتاج المسلسل كله ممتاز عدى بعض المبالغات في بعض المشاهد وهذا المسلسل رح يكون اختيار حلو لمحبي المسلسل التاريخية مسلسل الطفولة بشكل عام هو جيد جداً وطبعاً كالعادة الطفل المبدعة بيرانغو كيلدز مستمرة بجذب المشاهدين إلها من خلال آداءها الممتاز وشركة الإنتاج توفقت باختيارها لباقي الأطفال مثلاً الممثلة طفلة ديرين سو بشخصية زينب كانت مقنعة ووصلت لمشاعرها ومن المعروف لما المخرج يختار طاقم المسلسل بيختارهم لأسباب مختلفة منهم بيكونوا مطابقين لكامل شروط المخرج للدور المطلوب والبعض لا وبالنسبة إلي اختيارهم للممثلة بورجو كان بالاعتماد على مظهرها الخارجي بلطافتها وعفويتها الحلوة عشان تكون مناسبة بتعاملها مع الأطفال الصغار لكن في أكتر من مشهد مع مدير الميتم أو مع الأهالي كان آداءها ضعيف الإخراج بشكل عام ممتاز بالنسبة لقصة وأجواء المسلسل وما بيحتاج يكون باحترافية عالية جداً وبنفس الوقت في مشاهد تصويرها صعب وبياخد وقت كتير وهي مشاهد دودو لأنه في صعوبة بأداء المشاهد المطلوبة منه والتصوير معه رح يكون لساعات طويلة هذا وغير بعض مشاهد دودو اللي بتكون عفوية من دون تمثيل ومن عيوبي المسلسل بالنسبة إلي مشاهد أم زينب كانت منرفزة وما في داعي يكون التركيز عليها هيك لأنه خلاص همي وصلونا الرسالة وفهمونا شخصيتها مو ضروري كل هاي المشاهد بالنهاية قصة مسلسل الطفولة بتتحمل إنه يكون مسلسل طويل لكن احتياطا عشان يبعدوا عن الملل في المدى البعيد لازم يضيفوا أحداث مشوئة أكتر أما أفضل المسلسلات بالنسبة إلي همي شقة الأبرياء والظرفة الحمراء لكونهم أصص مختلفة ومميزة قريبة من الناس وطبعا مسلسل اتصل بوكيلي كونها فكرة مميزة ما شفناها قبل هيك وكمان مسلسل نهضة الصلاجقة العظمى والطفولة والخائن وكمان إنتو شاركونا رأيكم بأكتر المسللات اللي حبيتوها وإيش أدق التفاصيل اللي جذبتكم بهاي المسللات وكمان لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اشتركوا في القناة